مرحبا اليوم وصفتنا بقلاوة على الطريقة التركية حشان نيها بالقشطة والفست والحلبية طلعت معنا شقرة شقرة وبتقرج قرش وفيها نسميها كمادين وربات بالقشطة خلا نشوف الطريقة مبعد اول شي رح نحتاج عجين بقلاوة جازي رح نفردها مضبوط ونجيب صنية ونقصها على قدة بالزبط ونروح للجهة الثانية ونقص الجهة الثانية كمان نفس الطريقة هيدا العجين هي عبارة عن سبع طبقات تقريبا وهلأ رح نجيب صنية هودا اللي بقيوا ما منكبوا من قصقصهم وهلأ ممرقهم بالطبقات تبعنا جيبنا صرين اطفرهم رح ندهنا اول شي سمنة ونحط عجينة سمنة وعجينة رح نمشي بهالطريقة سبع مرات من تحت هلما شايفين وهودا اللي بقيوا معنا رح نمرقهم بين العجينة متل ما اني رح نمرق سبع طبقات من تحت ندهن من كل طبقة وطبقة سمنة وهلأ رح نتكب فستق حلبة ونحط عليها قشطة القشطة بتشوفوها بالفيديوهات اللي قبلة نفس الطريقة رح نعمل من فوق رح نحتاج كماتا سبع طبقات بنفس الطريقة عجينة سمنة عجينة سبلنة لنوصل الاخير وهلأ بعد ما خلصنا رح نقص الاطراف الباقي بهيدا الطريقة بنرجع نقصة متل البيتزا ثمان قطع ونجيب تقريبا نص كوب سمنة ونكبوا عليها من فوق لازم نكتر سمنة اذا ما كترنا سمنة من فوق وبالفرن انا حطيتها تقريبا عشرين دقيقة من تحت حمارته وزعت حمارته شوية من فوق هي وسخنة والقطر او الشيرة بردية منكب عليها لتمتص شوية وهك بتكون وصفتنا جاهزة رح نزين من فوق بوردة مجفف وشوية فستق حلبة مثل ما قلت لكم بالفرن حطيناها عشرين دقيقة ولعناها من تحت رجعنا ولعناها شوية عشر دقيقة من فوق وكان جاهزة وان شاء الله تكون عجبتكم وقالف صح يا رب اشتركوا في القناة